مساء الخير مشاهدين ووضعية جوية غير مستقرة تعرفها في هذه الأثناء المناطق الشرقية والوسطى للبيت حتى على شمال الصحراء منطقة الوحد تمثل هذه الوضعية الجوية في أمطار نوعا ما معتبرة محليا إن شاء الله ستستمر إلى غاية صبيحة يوم الغد الأحد بحول الله التفاصيل لأمسية وصبيحة الغد سورة القمر الاصطناعي توضحنا قدوم صحب نوعا ما كثيفة وهذا الاضطراب الجوي من شمال أوروبا تتحرج التدريجيا نحو المناطق الوسطى وحتى المناطق الشرقية كذلك على شمال الصحراء بالنسبة للرياح إن شاء الله اليوم في اليل وحتى غد وصباح الرياح نوعا ما أقول قوية نسبيا وخاصة على المناطق الشرقية وحتى المرتفعات الداخلية الوسطى كذلك على شمال الصحراء منطقة لوحة الجنوب الشرقي وواسط الصحراء تلحق سرعة حوالي ربعين كرمات في الساعة وتكون من ضعيفة إلى معتدلة بباقي ولايات الوطن بالنسبة لأمسية اليوم بحول الله أمطار إن شاء الله متوقع أمطار خير راح تميز إن شاء الله المناطق الوسطى وحتى على المناطق الشرقية كذلك على المرتفعات الداخلية الغربية لكن بالأجواء بالمناطق الجنوبية راح تكون صافية بسناء بعض الصحب كما نلاحظه في الصورة راح تخص الجنوب الشرقي وحتى على منطقة تمنى بالنسبة لدراجات الحال إن شاء الله نسجلوها اليوم في الليل حوالي تسعة دراجات بخنش لعبات نابريكا قسنطي نصطيف وبرج بوريج تلحق حوالي ثمان دراجات بكل من منطقة الجيل فتيات نعمة مشرية وصولنا غاية البيض حتى لمنطقة المسان 16 بوهران 15 دراجة بجزيرة العاصمة 15 بكل مسكيك داع النبع والطرف حوالي 17 دراجة بكل البشر واتيندوف تلحق حوالي 23 دراجة بأدرار وعنسح 16 دراجة على منطقة غردية 18 على مدينة تأورك 32 بيتامنس و32 دراجة العينك الزام وبرج بجي مختار بالنسبة لي صباحة لغد الأحد بحولها بداية أسبوع موفقة للجميع ستكون أجواء إن شاء الله ممطرة على المناطق الوسطى وحتى على المناطق الشرقية كذلك على منطقة شمال لأقول منطقة اللواحات لكن الأجواء ستكون غائمة بسحب كثيفة سحب سفلة ستتميز جل المناطق الغربية بالجنوب والجزائري كما راحظوا في الصورة أجواء منصفين مغاشات جزئيا مع تطير الرمال إن شاء الله وهذا خاصة على الجنوب الشرقي دراجة الحياة إن شاء الله لنسجلوها لصبيح حتى الغد على منطقة قسنطين عصطيف بورج بوريج كذلك على منطقة بيتنا وخنشلة حوالي 8 درجة فقط نسجلو 12 درجة بقلمة سوق هراس وتبسط 13 درجة بسكيك داعنابطار في وصولنا لغاية الجزائر العاصمة بومردسوتي بازر 14 درجة بوهر 9 درجة بالجل فتيات نعمة ومشريار 17 درجة ببشار 19 بيتين دوف 25 بأدر وعينسة الحق حوالي 12 درجة بغردية 22 بيتامنات 28 درجة على منطقة إليزيب ورجانت و32 درجة لعينقزام وبرج بجي مختار بالنسبة للبطاية الجوية على سطح البحر لأمسية وصف حتى الغد بحر نوعا ما مضطرب إلى هائج نوعا ما خاصة على السواحل الوسطى والشرقية مع رياح ما تتعدى شرعتها حوالي 50 كم في الساعة لكن البرحة يكون من نوعا ما من جميل إلى قليل اضطراب على السواحل الغربية مع رياح ما تتعدى ش 15 كم في الساعة بالنسبة للرؤية إن شاء الله رح تكون متوسطة على السواحل الغربية والوسطى ورديئة خاصة على السواحل الشرقية اتجاه الموجه حيكون شمالي شرقي تماما على السواحل الغربية شمالي على السواحل الوسطى وشمالي غربي على السواحل الشرقية هكذا نلحقوا لي ختم من نشرة ناس حفظكم انتم في رعاية الله وحفظه السلام عليكم شكرا شكرا